دخول جيش الاحتلال للغزة بريا هو ما كلفه الكثير أليس كذلك؟ طبعا قطاع غزة منطقة سكانية غابة بعد أن الأنفاق شكل أحوال قطاع غزة إلى غابة مجهولة وبالتالي الاحتلال عندما يدخل في منطقة لا يعرف بالضبط أين سيستقر وهنا قلت في أكثر من مشاهد أن الاحتلال ممكن بألياتي يحدث عملية اندفاعة لكن لن يستطيع أن يسيطر لن يسيطر على قطاع بز نعم ممكن أن يدخل لكن لن يستطيع أن يسيطر ولا قيمة للدخول بدون السيطرة الدخول الأرض يكون خطر أحيانا يكون عملية موت وهلاك إذا أنت دخلت منطقة لا تسيطر السيطرة عليها وهذا طبعا لذلك الاحتلال يتأبع عمليات توسيع السيطرة في داخل قطاع غزة ويكتفي بالسيطرة على الأطراف بحيث يؤمن التواصل اللوجستي والرعاية والرصد بعبر الأقمار الصناعية وعبر الطائرة دون طيار لحماية الجنود وتقدمهم الميداني ومنع تكلفة بشرية يعني شاهدنا أنه في عملية السجاعية تتقدم كان نوع منها سريع محاولة لإظهار بطولة كانت تكلفة عالية جدا يعني أنه قتل 14 جندي في ألية عسكرية وأسر شاؤل أرون في هذه العملية نعم برضو أيضا في هادار جولدن تقدموا في منطقة سكانية في هادار جولدن في منطقة مفتوحة لكن الأنفاق لعبت دورا كبيرا في هذا الأمر وفرام منجستو وهشام السيد يبدو دخل بطريقة غير واضحة دخل قطع دخل السلك الحدودي وهذا طبعا واضح تماما أنها محاولة استخباراتية يبدو أنها كانت محاولة استخباراتية من جيش الاحتلال للوصول إلى أهداف معينة عبر هؤلاء وافشلتها المقاومة نعم وافشلتها المقاومة واضعتهم أسرى لديها طبعا طبعا الواضح تماما أنه من هم الذين تبعتهم مهمات استخباراتية هم أفراد هشام السيد عربي أفيرا منقستو أثيوبي نعم من وصول أثيوبية من وصول أثيوبية وهؤلاء طبعا من درجة ثانية ليسوا مواطنين من درجة نعم